بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكو في قناة التفصيل احلام ورجوة الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعضة عن اهم الرموز هنتكلم عن اكتر من تلاتين رمز اللي هو شفناهم في المنام فنبشر بتيسير في الامور نبشر بجدوم رزق كمان بحصلنا على عمل او على مصدر رزق جديد. اول رؤية او اول رمز معنا لما يشوف الرأي المية. رؤية المية الغزيرة النذيفة من الرموز اللي بتبشر بالرزق وكمان بالغنى والصراء. خصوصا لما يشوف الرأي ان هو بيسبح فيه نهر فبرضو من الرموز. كمان لما يشوف الرأي انه بيشرب كمية كبيرة من المية فدي برضو من الرأي اللي بتدل على قدوم الرزق وقدوم الفرج. كمان لما يشوف الرأي انه حامل آآ مية فآآ او ان هو بيملى مية كل دي من الرموز اللي بتبشر بالرزق. كمان لما يشوف الرأي انه في مية بتخرج من البيت بتاعه. فمن الرأي اللي بتبشره بقدوم الفرج. كمان رؤية المية بشكل عين برضو من الرأي اللي بتبشر بحصول الرأي على فرصة آآ عمل وفرصة عمل هتكون آآ جديدة. آآ كمان من الرموز لما يشوف الرأي انه آآ بيمدي عقد. رؤية انه بيمدي على عقد او بيوقع على عقد فمن الرموز برضو اللي بتبشر الشخص بحصوله على وظيفة جديدة او عقد عمل آآ جديد. الرمز اللي بعد كده او الرأي اللي بعد كده لما يشوف الرأي انه بيصطاد وبالاخص لما يشوف انه بيصطاد السمك. رأي تصيد السمك كل ما كان السمك كبير كل ما كان آآ بيدل على رزق وعلى مال آآ اكبر واكتر. فصيد السمك من الرموز اللي بتبشر الرأي بآ آآ رزق في الطريق ليه بشكل هيكون آآ آآ قريب. الرأي اللي بعد كده او الرمز اللي بعد كده لما يشوف الرأي الزراعة آآ رؤية الزراعة ورؤية السمار. فلما يشوف الرأي انه بيزرع في المنام فدي برضو من الرموز اللي بتدل على الرزق. كمان لما يشوف الشخص انه بيقطف سمار او بي بيجمع آآ محصول او بيجمع آآ سمار فبردو دي من الرأي اللي بتبشر بحصول الشخص على آآ آآ رزق. آآ كمان الرمز اللي بعد كده او الرؤية اللي بعد كده وهي رؤية اللبن او رؤية الحليب. اللبن برضو من الرموز اللي بتبشر بالرزق وخصوصا لما يشوف الرأي انه آآ بيشرب اللبن. فشرب اللبن ورؤية اللبن بشكل عام من الرموز اللي آآ بتبشر الرأي بالرزق وآآ بقدوم الخير. الرمز اللي بعد كده آآ برضو من الرموز اللي بتدل على الرزق وعلى الفرج هي آآ رؤية العيش او رؤية الخبز. رؤية العيش او الخبز الساخن آآ من الرموز اللي بتبشر الرأي برضو بحصوله على آآ رزق وبحصوله على آآ وقدوم آآ فرج وتيسير آني. الرؤية اللي بعد كده او الرمز اللي بعد كده هو رؤية الصفر. لما يشوف الرأي انه آآ آآ مسافر سواء مسافر داخل المكان البلد اللي هو عايش فيها او مسافر خارج البلد آآ فدي برضو من الرموز اللي بتبشر بانتقال الرأي من حال لحال. فلو كان هو في ديئة فانتقاله للفرج او لو كان هو عنده ازمة مالية فبشارة برضو بآآ انتهاءها. آآ كمان احيانا السفر لاحد الدول الاوروبية او احد الدول خارج البلد اللي هو عايش فيها احيانا ممكن تدل على السفر بالفعل آآ او العمل في آآ دولة آآ اجنبية. كمان من الرموز اللي بتدل على الحظ الجميل وكمان على الرزق هو رؤية المجوهرات بشكل عام. آآ رؤية المجوهرات من الرموز برضو آآ سواء يشوف الرأي انه اشتراها او انه بيرتتيها فدي برضو من الرؤى او انه لقاها برضو آآ فدي كلها من الرموز اللي بتدل على الرزق. كمان من الرموز اللي بتدل على الرزق وعلى خير كتير هي رؤية الكعبة. رؤية الكعبة المشرفة بيكون برضو بشارة بالتيسير وكمان بالرزق. لما يشوف الرأي نفسه في المنام انه هو التحق بوظيفة جديدة او بعمل جديد احيانا بيكون بشارة آآ لي الرأي برضو بحصوله على آآ فرصة آآ عمل. من الرموز برضو اللي بتدل على وظيفة آآ آآ برضو لما يشوف الرأي انه لابس حزاء جديد او انه اشترا حزاء جديد. فدي برضو من الرؤى اللي بتبشر الشخص بيحصوله على آآ وظيفة. من الرموز برضو لما يشوف الشخص رؤية الفاكهة. رؤية الفواكه من بشكل عام آآ من الرموز برضو اللي بتبشر بيه الرزق وي آآ بيه القدوم الخير. كمان آآ من الحيوانات اللي بتدل على الرزق برضو رؤية التووس. التووس من الرموز اللي بتدل على حز سعيد وكمان على قدوم آآ رزق وعلى قدوم آآ مال. كمان من الحيوانات او من الثيور رؤية العصفير. فرؤية العصفير برضو من الرؤى اللي بتدل على قدوم الرزق وعلى قدوم الخير. كمان لما يشوف الرأي ان في عصفور موجود في البيت عنده. فمعنى كده ان في الشخص في البيت دود هيحصل على آآ رزق وعلى رزق آآ كتير. من الرموز برضو لما يشوف الرأي انه بيصلي. الصلاة من الرأي اللي بتبشر بالخير وبالبركة وكمان آآ بالرزق. وكمان لما يشوف الرأي سواء سجادة الصلاة او السبحة. برضو دي من الرموز. الرؤية اللي بعد كده لما يشوف الشخص امرأة جميلة. رؤية امرأة جميلة من الرأة اللي بتدل على الغنى وعلى قدوم آآ مال وعلى قدوم ارزاق وعلى تحس ومتيثير في امور الرأي بشكل عام. كمان المرأة البدينة والمرأة الجميلة آآ كل دي من الرأة اللي بتبشر بقدوم المال. لما يشوف الرأي انه بيطوف حوالين الكعبة. برضو ده رزق وفرج آآ ليه الرأي. آآ لما يشوف الرأي المباني الجديدة والمباني اللي شكلها حلو. او يشوف المتنقل من آآ بيت لبيت تاني جديد او بيت تاني اوسع. كل دي من الرأة اللي بتدل على قدوم الرزق وكمان على ساعة في رزق الرأي. الرأي اللي بعد كده لما يشوف الشخص طلوع النهار. يمكن بعد الليل او شروق الشمس كل دي من الرموز المبشرة برضو بالرزق وفي الفرج. الرمز اللي بعد كده لما يشوف الرأي انه بينظف اسنانه. تنظيف الاسنان من لو كانت شاف الرأي انه اسنانه كانت صفرة وشاف انه بينظفها فده قدوم مال وكمان زوال للهموم وانتهاء لمشاكل كان هو بيمر آآ بيها. ده كده باختصار اهم التفسيرات اللي متغلقة بآآ اهم الرموز اللي احنا ممكن نشوفها فآآ ددل على قدوم المال. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او السفسار اكتبوا لي تحت. انا ان شاء الله هردت عليكم. بشكركم جدا. انا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلام.